واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس ليعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألف الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولدئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سلبا لإسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصررون من الذين آمنوا والذين اتقوا روقهم يوم القيامة والله يغلق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسنتم أن تلقوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السمير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو خر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها لخالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله رفور رحيم ترجمة نانسي قنقر